موسيقى الظهيرة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها الوجود الأمريكي في العراق محور مباحثات الصدر مع قادة فصائل المقاومة العراقية واغتيالات مشبوهة على هامش الاحتجاجات موسيقى شامخاني خلال استقباله رئيس الوزراء السوري أمن غرب آسيا لن يتحقق بوجود القوات الأمريكية ودماء الشهيد سليماني ورفاقه عززت جبهة المقاومة وزير الدفاع الأمريكي يناقض مبررات ترامب لاغتيال سليماني وينفي وجود أدلة محددة على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات محادثات روسية تركية ليبية في موسكو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين قوات حفتر والوفاق وأنباء عن صعوبات حول سيغة الهدنة موسيقى القوات الروسية تعيد فتح ثلاثة معابر في إدلب السورية وخروج عشرات المدنيين عبر ممر الحاضر في ريف حلب باتجاه مواقع الجيش السوري موسيقى وفي هذه الظهيرة بركان تال في الفلبين يجبر عشرات الألاف على إخلاء منازلهم وإغلاق المدارس موسيقى نستهل هذه الظهيرة من العراق حيث برز اليوم الاجتماع الذي عقده زعيم التير الصدري السيد مقتدى الصدر مع قادة في فصائل المقاومة العراقية هذا في حين تتواصل الاحتجاجات في بعض المناطق تحت عنوان مطلبي في وقت لفت فيه إلى حصول اغتيالات مشبوهة على هامشها المزيد من التفاصيل نطلع عليها من موفادينا إلى بغداد عبد الرحمن عزيزي مساء الخير عبد الرحمن وتفضل مساء الخير دينا وشكرا لك موسيقى أهلا بكم مشاهدين العزاء لهذه النافذة المباشرة من العاصمة العراقية بغداد عقد اجتماع بين زعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر وقادة عدد من فصائل المقاومة العراقية الاجتماع ضم الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي والأمين العام لكتائب سيد الشهداء وشقيق الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي مراسل الميادين فاد بأن الاجتماع ناقش مسائل مهمة متعلقة بوجود الاحتلال الأمريكي في العراق للمزيد من التفاصيل المشاهدين إن كان حول هذا الاجتماع وآخر تطورات أيضا على مستوى العاصمة العراقية بغداد وبقية المحافظات ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد مراسل الميادين محمد الفاد أهلا بك محمد إذن خبر لافت هذا الاجتماع بين زعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر وقادة عدد من فصائل المقاومة أهمية هذا الاجتماع الذي عقد على ما أعتقد في إيران بين زعيم التيار الصدري وقادة فصائل المقاومة إذا كان هناك معلومات أكثر حول هذا الاجتماع وأيضا كيف يبدو المشهد في بغداد خاصة من خلفك من على جسر السنك نعم عبد الرحمن قبل أن نجيب على سؤال أول ربما نترك عين الكاميرا ترصد ما حدث قبل قليل على جسر السنك وهو أسلوب ربما يحدث للمرة الأولى منذ شهر وهو حرق الإطارات المطاطية من قبل مجموعة من المتظاهرين على جسر السنك وبالتالي ربما هو أشبه بتحول في هذه المنطقة لاعتبار أن تظاهرات بغداد لم تشهد حرقا للإطارات منذ أيام بعد أن ذهب المتظاهرون إلى ساحة التحرير وتركوا هذا الأسلوب قبل قليل أيضا النقطة الأمنية على جسر السنك استدعت سيارة إطفاء كما ترصده الكاميرا الآن للتعامل ربما مع هذه الإطارات التي حرقها مجموعة من الشبان الذين جاءوا إلى الحاجز الأول وبالتالي كما قلت عبد الرحمن هو ربما للمرة الأولى يحدث منذ شهر تقريبا هذا الأسلوب أسلوب حرق الإطارات وهذا أيضا مماثل لما حدث في عدد من المحافظات في اليومين الماضيين والبارحة وحتى صباح اليوم هناك كان اشتباك بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في كربلاء ليلا واليوم صباحا في ذيقار قطع المتظاهرون طريق الرابط بين المحافظة وما بين بغداد وكذلك في محافظات أخرى ربما هو تصعيد جديد تشهده التظاهرات في العراق على الرغم من التوصيات الدينية والسياسية لعدم الانجرار وراء حرق الإطارات أو التخريب لكن ما حدث في واسط يوم أمس عندما أحرق أيضا مجموعة بوابة الجامعة عدت هذه الخطوة بخارج السلمية من قبل المعنيين أما فيما يخص السؤال الذي سألتني عبد الرحمن نعم كان اجتماعا موسعا بين السيد مقتدى الصدر وقيادات فصائلية عراقية في طهران للتباحث بالملف الأهم أو الأولوية الأهم الآن لدى العراقيين وهي التواجد الأمريكي في العراق على ما يبدو عبد الرحمن أن هذه الخطوة تلت عدة مواقف عراقية طيلة الأيام الماضية فيما يتعلق بالرد على الاعتداءات الأمريكية وأيضا قالت هذه الأطراف الفاعلة أنها حتى اللحظة لم تقرر أو تعلن ساعة الصفر ليرد على القوات الأمريكية وكذلك قالت ربما تنتظر استنفاذ الوسائل السياسية والدبلوماسية لكن المواقف الأمريكية المتتالية التي تظهر تارة ابتزاز بغداد لاقتصاديا أو التلويح بفرض هذه العقوبات أو التلويح بالاستحواذ على الأموال العراقية المدعة في البنك الفيدرالي الأمريكي وهي واردات عراقية واردات النفط يتم حفظها هناك على ما يبدو أن واشنطن لا تريد ربما خطوة إلى الأمام فيما يخص تطبيق قرار البرلمان العراقي القاضي بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد وأيضا ربما جاءت هذه الخطوة عقب حراك سياسي متعدد الأطراف آخرها زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال لا كردستان والتي ناقشت أيضا ذات الملف وأيضا الدعوات العراقية حتى هذه اللحظة لم تلقى إجابة واضحة من الجانب الأمريكي بل هناك استمرار من قبل واشنطن بتحركات عسكرية جوية إن كانت بالطائرات المسيرة والطائرات المروحية المقاتلة التي تجوب سماء العراق ليلا في كل ليلة في العاصمة بغداد في محافظات أخرى هذا الاجتماع ناقش الملف الأمريكي وتواجد الملف الأمريكي والخطوات التي أعلن عنها من قبل فصائل المقاومة العراقية وهي الخطوات المستقبلية للرد على ما يبدو أن هناك قرارا موحد من قبل هذه الفصائل لتوحيد الجهد الرد المستقبلي إذا ما بقيت واشنطن تصر على هذا البقاء وتصر على هذا الخرق المستمر للسيادة العراقية سواء كانت الخرق البري أو الخرق الجوي والاعتداءات المتكررة على ما يبدو إذا ما أصرت واشنطن على البقاء وفي هذه التحركات التي تخرج عن كل الإطارات الإتفاق بين بغداد وواشنطن وكذلك الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الطرفين والتي لا تنص أيضا على خرق السيادة وأيضا مضي واشنطن نحو تعزيز تواجده العسكري على ما يبدو أن العراق ربما مقبل على خطوات عراقية هذه الخطوات أيضا تلقى مقبولية شعبية وسياسية وفصائلية حتى هذه اللحظة وهذا الاجتماع على ما يبدو هو ترجمة للدعوات السابقة من قبل زعيمة تيار الصدر السيد مقتدى الصدر والفصائل الأخرى التي قالت بأنها ربما تذهب إلى جبهة موحدة من أجل أن يكون الرد موحدا كل حالات القصف التي تحدث في العراق حتى اللحظة لم يتم تبنيها وإنما رفضها من قبل هذه الفصائل لإعتبار أن هذه الردود لا ترقى إلى الرد العراقي المنتظر أو الذي وعدت به هذه الفصائل وإنما أيضا جهات ربما أخرى مشبوهة هي من تقوم بهذا القصف لخلط الأوراق ولسيما أن الاستهداف كان لقاعدة بلد يوم أمس والذي أدى إلى جرح جنود عراقيين وبالتالي تقول هذه الفصائل أنها غير مسؤولة عن هذه الهجمات وفق بياناتها وتصريحاتها شكرا جزيلا لك زميل محمد فهد مراسل الميادين في العاصمة العراقية بغداد على كل هذه المعلومات وتفاصيل في هذه الأثناء مشاهدين نقل مراسل الميادين عن مصدر عسكري تأكيده أن الهجوم الذي وقع أمس على قاعدة بلد الجوية نفذ انطلاقا من بلدة الدوجما حيث لا توجد فصائل مقاومة في بلدة الدوجما التي انطلقت منها الصواريخ وكانت قد سقطت ثمانية صواريخ على قاعدة بلد خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي أكدت إصابة أربعة من منتسب القوة الجوية العراقية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب عن غضبه الشديد إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة بلد التي تضم قوات أمريكية في العراق بومبيو قال في تغريدة على تويتر أن الهجمات تنفذها مجموعات وصفها بالمعادية للحكومة العراقية ويجب أن تتوقف على حد تعبيره كما دعا بغداد إلى محاسبة المسؤولين عنها النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي حامد الموسوي أكد في مقابلة مع الميادين أن الدماء التي سالت وحدت وجهات النظري بين تحالفي سائرون والفتح كتلتين الكبيرتين التي هي الفتح وسائرون التي كانت هناك وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بأمور كثيرة تتعلق بقضايا داخلية وقضايا إقليمية ودولية الآن أصبحت لديها وجهة نظر واحدة حتى على خططها على مستوى الخطط السياسية وحتى الخطط على مستوى التعامل مع الظروف الدولية والإقليمية وبالتالي نحن نريد أن نستثمر هذا التوافق الحاصل في وجهات النظر للخروج بحكومة قادرة على تحمل المسؤولية في هذه الأثناء مشاهدين تواصلت إذن الاحتجاجات في مناطق عراقية عدة وأفاد مراسل الميادين بأن متظاهرين أحرقوا إطارات على جسر السينك في بغداد وما هذا ما رأيناه مشاهدين قبل قليل مع الزميل محمد الفهد وكان قد قتل متظاهر على يد مجموعة مجهولة في محافظة ذيقار جنوب العراق وفق ما أفاد به مراسل الميادين كما قتل متظاهر آخر في البصرة هذا وأغلق محتجون شريع مطار النجف الدولي وجسر الصدرين وسط محافظة النجف بالإطارات المشتعلة وكانت قد وقعت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلان يسعى أصحاب القرار السياسي في العراق لإيجاد مخرج للأزمات المتوالية عبر المشاورات والحوارات المتواصلة لتهيئة الأرضية المناسبة لتأسيس إجماع وطني لحسم الملفات العالقة محمد الفهد لا وجهة محددة للمسارات العراقية على المستويين السياسي والشعبي في ظل تعقيدات المشهد وخطورته مساع سياسية لجهة الإسراع بحسم ملف رئيس الحكومة الجديد وإنهاء ملف الوجود الأمريكي فيما الشارع يترقب تلك التحركات على أمل أن تصب في المصلحة العامة وتأخذ البلاد نحو بر الاستقرار نحن أمام نقطة مفصلية ومرحلة تأريخية واستثنائية أما أن نكون ونؤسس فعلا لهذه الدولة التي نحلم بها جميعا وإما أن نبقى ندور في نفس الدائرة انقسام الكتل السياسية بحسب مكوناتها قد يزيد المشهد تعقيدا ولسيما فيما يخص الوجود الأمريكي ومواصفات مرشح رئاسة الوزراء رئيس حكومة تصريف الأعمال زار أربيل لإقناع الكرد بالخيارات المقبلة وزعيم تحالف الفتح في إيران لإخبار الصدر بالخيارات المطروحة لكن حتى الآن لا وضوحة في الرؤى والمواقف اتحاد القوى والتحالف الكردستاني أعتقد هو ثابت هناك لديهم متبنيات لا يرفضون إخراج القوات الأمريكية يطالبون بعودة طبعا بصورة غير واشرة بعودة عادل عبد المهدي بسبب المكاسب التي حصلوا عليها اتحاد القوى أيضا ليس لديها أي مشكلة بأن يبقى أو تعادل ثقة بعادل عبد المهدي لكن المشكلة الأبرز هي داخل التحالف الشيعي هذا صح التعبير على اعتبار أن الانقسام داخل هذا التحالف تسارع الأحداث في العراق جعل الأولويات على رمال متحركة الثابت فيها مصير البلاد واستقرارها وهذا لا يأتي إلا عن طريق تلاحم الشارع مع البيت السياسي يقول المراقبون مهما تعددت الأزمات وتشعبت إلا أن ثم تخيوطا تربطها ببعضها فتسمية رئيس للوزراء يحظى بمقبولية شعبية وسياسية وقوة في القرار قد يأخذ على عاتقه إنهاء الأزمات التي تولدت نتيجة الخلافات على هذا المنصب محمد الفهد بغداد الميادين إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختم هذه النافذة المباشرة من العاصمة العراقية بغداد الموعد يتجدد عند السادسة بتوقيت القدس الشريفة السابعة مساءً بتوقيت العراق وحلقة جديدة من برنامج من العراق مع ضيفين في حلقة اليوم النائب عن تحالف سائرون في البرلمان العراقي صباح العقالي ورئيس مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري أما الآن فنعود وإياكم الأستوديوهات الميادين والزميلة دينا زرقط إليك دينا شكراً لك عبد الرحمن ولكل فريق الميادين المتواجد معك في بغداد إلى إيران حيث قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الأمن والاستقرار في غرب آسيا لن يتحقق بوجود القوات الأمريكية وأكد للوفد السوري الذي يزور طهران برئاسة رئيس الحكومة عماد خميس أكد أن رد الحاسم على جريمة أمريكا أثبت مجدداً أن إيران لا تتوانى عن حظ أمنها وكان النائب الأول الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري قد أجرى مباحثات مع الوفد السوري حول آخر المسجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين وضع الرئيس الإيراني حسن روحاني قيد التنفيذ قانون الرد بالمثل على إعلان أمريكا إدراج حرس الثورة في قائمة المنظمات الإرهابية وهو قانون كان مجلس الشورى قد صادق عليه ثلاثاء الماضي وينص على تصنيف القيادة المركزية الأمريكية على لائحة الإرهاب وذلك في سياق الرد بالمثل على إجراء الولايات المتحدة والرامي إلى تقويض السلام والأمن الأقليميين والدوليين وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مرسلنا مالك عابدة مالك تحديدا حول تصريحات أمين المجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إضافة إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين الآخرين وأيضا القرار الذي وضع حيز التنفيذ اليوم في إيران نعم دينا تحية لك ولسادة المشاهدين ولكن يجدر بنا الإشارة بداية إلى أن إيران قبل الضربة التي وجهتها للقوات الأمريكية في العراق وبعض الضربة كانت ولتزال حتى الآن تؤكد شرعية هذه الضربة واليوم ما هو ما سمعه أو ما سمعه رئيس الحكومة السورية عماد خميس من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني الذي أكد له على شرعية هذه الضربة وبأن إيران من خلال هذا الاستهداف أو من خلال هذا الرد أثبتت للعدو والصديق بأن مصالح إيران أمن إيران القومي هم خطوط حمر ولا يمكن الاقتراب منهما ولن تتوانى إيران في الرد أو في الرد على من يعتدي عليهما هذا من جهة من جهة أخرى أكد شمخاني اليوم لخميس بأن الإدارة الأمريكية والتي يديرها ترامب ومن خلفه من الصقور الذين هم بالتحديد من قاموا بدفعه نحو اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني اليوم يعيشون حالة خيبة أمل وحالة انهيار في المعنويات بعد أن قاموا أو بعد أن توقعوا انهيار جبهة المقاومة وضعف جبهة المقاومة على أقل تقدير باختيالهم لهكذا جنيرال مثل الفريق قاسم سليماني ولكنهم تفاجأوا وباتوا اليوم في حالة صدمة بعد أن وجدوا أن هذه الدماء مع الشهيد قاسم سليماني ومن معه من الشهداء أدت إلى تعزيز جبهة المقاومة أكثر وبل على العكس أدت أيضا إلى زيادة شعوب المنطقة كرها للإدارة والحكومة الأمريكية سواء وأيضا في مجمل الحديث التي دارت بين الطرفين شمخاني أكد لخميس موقف قرار إيران المبدأي والأصولي والثابت منذ انطلاق الثورة بأن إيران ترفض التواجد الأجنبي وهي ترفض بشكل خاص التواجد الأمريكي في المنطقة مشيرا إلى أن السلام الأمن الاستقرار كل هذه الأمور لن تتحقق ما زالت القوات الأمريكية والأجنبية في المنطقة هذا بالنسبة إلى التصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أما إذا ما انتقلنا إلى علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة والذي خصص مقدار كبير من كلامه اليوم حول موضوع إسقاط الطائرة الأوكرانية أكد علي ربيعي على أن في ظل هذه السياسات أو في ظل هذا الكم من التجييش الإعلامي والسياسي من قبل أمريكا لإدانة إيران يجب نوها علي ربيعي إلى ضرورة التوجه إلى أن الأساس والأصل والجذر في هذه المشكلة والكارثة هي التهديدات الأمريكية والحالة الأمريكية التي وضعت بها القوات الإيرانية في أوبط الاستعداد أما حول القانون الذي أصدره مجلس الشورى وصيانة الدستور باعتبار البنتاجون ومن يتبعها هي من منظمات إرهابية فتعتبر طهران هذا اليوم أن هذا القرار ما هو إلا رد بالمثل وهو رد شرعي كما اعتبرت القوات الأمريكية قوات الحرس إرهابية اليوم يحق لإيران اعتبار القوات الأمريكية قوات غير مرغوفية وقوات إرهابية وتهدد الأمن القومي ليس فقط الإيراني وإنما الأمن العالمي أيضا نعم إذن مالك عابدة مرسلنا من طهران شكرا جزيلا لك وعلى صعيد آخر يسود هدوء في طهران بعد احتجاجات على إسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ ووصف قائد شرطة طهران حسين رحيم الوضع في العاصمة بأنه على ما يرام نافيا إطلق شرطة النار على المحتاجين ونقلت وسائل علام إيراني عن رحيم قوله أن أفراد الأمن لديهم أوامر بضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين إلى ذلك نشرت وسائل أعلام شريطا مصورا يظهر مشاركة السفير البريطاني في تجمع احتجاجي أمام جامعة أمير كبير أمس الأول قبل توقيفه لفترة وجيزة وكان السفير روبيرت مكير نفى أمس أي مشاركة في الاحتجاجات بطهران أو تحريض عليها وقال أنه ذهب إلى مراسم التضامن مع ضحايا الطائرة الأوكرانية هذا وقد استدعت الخارجية البريطانية اليوم السفير الإيراني في لندن واعترضت على توقيف سفيرها في تهران في المقابل أكد الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن السفير البريطاني في إيران أوقف لمدة ربع ساعة لمخالفته مهامه الدبلوماسية كسفير بوجوده في التظاهرات ما قام به السفير البريطاني غير مهني ومرفوض وقد تم إبلاغه بذلك أثناء استدعائه إلى وزارة الخارجية الإيرانية ونحن نحذر بريطانيا بشكل جدي من التدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية الإيرانية ربيعي قال أن جذر سقوط الطائرة الأوكرانية هو اغتيال أمريكا للفريق قاسم سليماني وخلال مؤتمر صحفي أوضح أن ترامب هو سبب كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني بسبب العقوبات التي يفرضها على بلادهم اغتيال أمريكا للفريق سليماني رمى بظلال الحرب على بلدنا واشنطن أعلنت أنها ستهاجم 52 موقعا إيرانيا ما أدى إلى ارتفاع الضغوط على البلاد حيث خيم الاضطراب النفسي السياسي والدفاعي على المجتمع الإيراني ترامب الذي غرد بلغة الفارسية وذرف دموع التمسيح وزعم أنه يدعم الشعب الإيراني هو نفسه الشخص الذي اغتال اللواء المحبوبة سليماني وهو ما تعاني منه إيران في المقابل وفي تراجع أمريكي واضح نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر امتلاك أدلة محددة من مسؤولي المخابرات على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات وهو التبرير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاغتيال الفريق قاسم سليماني وفي لقاء مع محطة سي بي أس الأمريكية أضف أن تصريحات ترامب بشأن الهجوم على أربع سفارات لم تستند إلى أدلة محددة وأن وقوع هجمات أخرى على السفارات الأمريكية أمر مرجح لكنه أكد أنه لم يشهد أدلة ملموسة على ذلك من الاستخبارات ما قاله الرئيس هو أنه من المحتمل أن تكون هناك هجمات إضافية على السفارات أشارك في هذا الرأي لكن لم يستند الرئيس إلى أدلة محددة فلا تأكيد من مسؤولي المخابرات على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات التسريبات عن مشاركة استخبارية إسرائيلية في عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني قابلتها تحذيرات من إمكانية إدخال إسرائيل إلى دائرة النار الإيرانية ودعوات إلى التعامل بجدية مع مواقف السيد حسن نصر الله منال إسماعيل الحديث عن مشاركة استخبارية إسرائيلية في اغتيال لقائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الفريق قاسم سليماني وعن تلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو إشعارا مسبقا بعملية الاغتيال أثار حملة انتقادات وتحذيرات من إدخال إسرائيل إلى دائرة النار في إطار الرد الإيراني على عملية الاغتيال وزير الأمن السابق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفكدور لبرمن لمحا إلى أن مصادر إسرائيلية تحاول الاستفادة من الربح وتجنب دفع الثمن نتيجة اغتيال سليماني تقف وراء هذا الكشف وحذر من أن أي ربط لإسرائيل بعملية الاغتيال يعد خطأ فادح وخطير تحذيرات لبرمن تقاطعت برأي محللين إسرائيليين مع كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من الضرر الذي قد يلحق بإسرائيل نتيجة ربطها بعملية الاغتيال نصر الله يقول أن الهجوم ضد القواعد الأمريكية هو البداية فقط بل حتى أنه أرسل تهديدا لإسرائيل مفاده أصدقائي نحن نراكم لا تتدخل بما يحدث هناك مراقبون دعوا إسرائيل إلى عدم الاطمئنان إلى أنها بمأمن عن دائرة الرد الإيراني وإلى ضرورة أخذ تهديدات نصر الله على محمل الجد نصر الله توجه إلى إسرائيل وأنا أخذ هذا الكلام بجدية هو لمحا إلى أنه في المرة المقبلة عندما يضطروا الإيرانيون للرد على إسرائيل ضد عمليات تقوم بها أو لأسباب أخرى فأن إيران قادرة على العمل ضد إسرائيل بنفسها كما فعلت ضد القاعدة الأمريكية في العراق نحن نرى تصعيدا في اللهجة الإيرانية وكذلك إسرائيلية استغلال عملية اغتيال سليماني لتوظيفها في أغراض سياسية داخلية تحمل في طياتها شرا كبيرا برأي معلقين فكسروا سياسة الغموض والصمت التي أحاطت بها إسرائيل نفسها منذ اغتيال سليماني تدفع إسرائيل إلى داخل الدوامة التي تشغل جدا الإيرانيين بشأن الشركاء في اغتياله الأمر الذي من شأنه إدخال إسرائيل ضمن دائرة الرد الإيراني وفي المواقف الدولية دع المتحدث باسم وزارة الخارجيات الصينية جانج شوانج إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط وكد أن التهديد الأمريكي بالعقوبات التعصفية وفردها ضد إيران لا يمكنه حل مشاكل المنطقة الصين تدعو جميع الأطراف للحكم على القضايا على أساس مزاياها الخاصة والتمسك بالتسوية السياسية والقيام بإجراءات ملموسة لتهديئة التوترات والقيام بجهود مشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الصين وإيران أقامتها خلال فترة طويلة تعاون صداقة ومنفعة متبادلة في مجالات متعددة ضمن إطار القانون الدولي وفي هذه الأثناء استمرت التظاهرات المناددة باغتيار القوات الأمريكية للشهيد الفريق سليماني ورفاقه ففي باكستان سر المتظاهرون من مقر هيئة تنمية المياه والطاقة في لهور باتجاه نادي الصحافة غير البعيد عن القنصلية الأمريكية حاملين صور الشهيد سليماني والمرشد السيد علي خامناء وأيط الله الخميني وأطلقوا هتفات منددة بالجريمة الأمريكية كما قام المتظاهرون بحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي إلى موسكو حيث تتوصل محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا بحضور وزراء الدفاع والخارجي الروس والأتراك والأطراف الليبيين حول سبل حل الأزمة الليبية مراسلنا في موسكو أفد بوجود معلومات عن صعوبات في سياغة اتفاقية الهدنة وتأتي هذه المفاوضات تتويجا لاتفاقيات الرئيسين الروسي والتركي في إسطنبول وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أشارت إلى وصول ممثلي الأطراف الليبية لينضموا إلى مفاوضات الوزراء الروس والأتراك وقبيل الاجتماعات المشتركة عقدت اجتماعات ثنائية بين وزير الخارجية التركي مولود شويش أغلو ووفد حكومة الوفاق برئاسة فيز السراج في ملتقى وزير الخارجية الروسي الوفد برئاسة المشير خليفة حفتر الاتفاق ينص ولذية بحثه ينص على وجود قوات لمراقبة وقف إطلاق النار وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة الروسية منذير مكتب المايدين في موسكو سلام العبيدي سلام مزيد من التفاصيل حول الاجتماعات وأيضا إذا كان هناك معطيات حول الاتفاق الذي من الممكن أن يبت نعم دينا حتى الآن المباحثات مستمرة وحتى هذا السيناريا سيناريا هذه المباحثات تغير أكثر من مرة طيلة هذا اليوم ونحن في الانتظار في انتظار النتائج نتوقع قريبا خروج وزيري خارجية كل من روسيا وتركيا لغروف وجهوش أغلو إلى الصحفين للإدلاء بآخر النتائج التي تم التوصل إليها أثناء هذه المباحثات التي بدأت منذ الصباح وكانت هناك كما أشرت دينا مباحثات في البداية طبعا كانت هناك مباحثات ثنائية بصغة اثنين زايدا اثنين بين الوفدين الروسي والتركي وزيراء الدفاع ووزيراء الخارجية لكل البلدين اجتمعا وأيضا كانت هناك لقاءات ثنائية جمعت الوفد التركي بوفد حكومة الوفاق الوطنين بالرئيس فايز السراج وأيضا الوفد الروسي اجتمع سواء كان بوفد السراج أو بوفد خليفة حفتر وأيضا هناك فرق من الخضراء تجتمع وتحاول أن تصل إلى الصيغة التوافقية فيما يتعلق بالاتفاقية الهدنة فعلا هناك استطعنا أن نفهم من أروقة هذه المباحثات بأنها صعبة فيما يتعلق تحديدا بصيغة اتفاقية الهدنة نظرا لأن هناك الكثير من القضايا الميدانية نحن نعلم أن الجيش الوطني الليبي في بعض المناطق أصبح متقدما جدا على مشارف طرابلس على مشارف مدن أخرى مثل المصراطة إلى آخرين فلذلك هذه التفاصيل تحتاج ربما عمل دؤوب للخبراء ولذلك هذه المسألة تجري بصعوبة وتستغرق وقتا لكن هناك كان طبعا بالها شكل الاجتماع العام الجلسة العامة التي جمعت كافة الأطراف سواء كان الأطراف الوسيطة والأطراف الراعية في أوسيا وتركيا وكذلك طرفي النزاع الليبي اجتمع وراء طاولة وراء مائدة واحدة وحسب ما فهمنا من هذه الأرويقة أرويقة المباحثات هناك أيضا محاولة تجري لجمع الوفدين الليبيين لكي يجتمعا وجها لوجه حتى هذه اللحظة لا أعرف هل اجتمعا فعلا لكن كما فهمنا من هذه الأرويقة أن هناك في الخطة وفي النية أنه يجتمع الطرفان وجها لوجه لأنه من دون اجتماع مباشر بينهما من الصعب الحديث عن هدنة لأنه إذا كانت هناك هدنة فلا يبد أن يتحدث الطرفان أحدهم إلى الآخر بشكل مباشر على كل حال نحن ننتظر خروج الوزيرين ببروك وشاوش أغلو لوضعنا في تفاصيل ما يجري الآن في موسكو وربما هذه المباحثات ستتأخر ساعات وربما لا أعرف بالضبط ربما تستمر إلى الغير نعم وبانتظار المزيد أيضا زميد سلام العبيدي مدير مكتب الميدين في موسكو شكرا جزيلا لك وفي المواقف جدد رئيس تونسي قيس سعيد دعوته إلى إيجاد حل سريع للأزمة الليبية من خلال حوار ليبيا ليبيا شامل وفي إطار احترام الشرعية الدولية سعيد وخلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي شدد على التزام تونس بتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بما يحقق الاستقرار في البلاد من جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالي مكانة تونس دوليا وضرورة إشراكها في مؤتمر برلين حول ليبيا وفي كل المساعي والمشاورات الرامية إلى حل هذه الأزمة فصل قصير ونواصل بعده النشرة أهلا بكم الجديد نقلت وكالة أنترفاكس عن الجيش الروسي أعلنه فتح ثلاثة معابر جديدة في محافظة إدلب السورية وذلك لإجلاء المدنيين وفاد مراسلنا في حلب بخروج ثلاثة وسبعين مدنيا من أهالي إدلب عبر ممر الحاضر في ريف حلب الجنوبي ويأتي ذلك فيما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في إدلب مع إبقاء الجيش السوري على جاهزية قواته للردي على أي خرق خيم الهدوء الحذر على جبهات إدلب بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد الهدوء تزامن مع إعلان الجيش السوري فتح ثلاثة معابر إنسانية لاستقبال المدنيين الهاربين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة الجيش السوري أبقى على جاهزية قواته للرد على أي خرق راصدا النقاط التي يتمركز فيها المسلحون لمنعهم من أي محاولة لتعزيز تحصيناتهم أو استغلالهم اتفاق وقف إطلاق النار السلاح المدفعية والصواريخ الآن تم الجاهزية القتالية للرد على أي خرق من أي اتجاه من جهة المسلحين مصادر الميادين أكدت أنه لا يوجد مهلة محددة لاتفاق وقف إطلاق النار فيما تشترط الهدنة التزام الجانب التركي إجبار مجموعاته المسلحة على تنفيذ اتفاق خفض التصعيد بالانسحاب من المناطق الواقعة على جانبي الأتسراد الدولي حلب دمشق وحلب اللاثقية وبسحب السلاح والمسلحين منها وكان جنوب إدلب قد شهد مؤخرا تقدما للجيش السوري مع سيطرته على عشرات القرى والبلدات باتجاه معرة النعمان وقف اطلاق النار في إدلب يواجه خطر الانهيار بسبب عدم قدرة تركيا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع روسيا ولسيما إبعاد المسلحين عن الطرق الدولية محمد الخضر وقف اطلاق نار جديد يحاول الصمود في منطقة خفض التصعيد في إدلب وسط جبهة بالغة التعقيد التزام الجيش السوري بالاتفاق يستند إلى اشتراطات أعلنها الطرفان الروسي والتركي أبرزه حل هيئة تحرير الشام وفتح الطريقين الرئيسيين ام أربعة بين حلب واللذقية وام خمسة بين حلب ودمشق وكلاهما يمراني بمدن رئيسية في إدلب يأتي هذا الاتفاق أو هذا الالتزام من الدولة الوطنية على خلفية التزامها أدبيا وأخلاقيا باتفاق سوشي الذي نص على منطقة خفض التصعيد والذي تتضمن إقامة منطقة خالية من السلاح السقيل المجموعات المسلحة من الإفاء بها منذ أقرار تفاهمات سوشي في أيلولا سبتمبر عام 2018 سيطرة هيئة تحرير الشام على المحافظة والخلافات العميقة بين المسلحين ترجح فرض فتح تلك الطرق كمرحلة أولى إضافة إلى طرد الهيئة من المحافظة عبر الحرب المعركة العسكرية مستمرة لتحرير آخر شبر من سوريا وموضوع تحرير إدلب معركة أساسية القضاء الهراب سيتم وفق خيارات متعددة تلتزم بها الدولة السورية أولها الخيارات السياسية وهناك فرصة كبيرة جدا تعطى للخيارات السياسية لا يمكن لهذه المجموعات المسلحة أن يتم إخراجها حقيقة إلا بالقضاء عليها كل يوم بالقضاء على أهدافها وخياراتها في المنطقة حقيقة الجيش السوري أكمل وقف إطلاق النار بفتح ثلاثة ممرات إنسانية اثنان منها في شرقي وجنوبي إدلب في محاولة لمساعدة المدنيين على مغادرة مناطق سيطرة المسلحين إلى المناطق الآمنة تحضيرات الجيش السوري على جبهتي إدلب وريف حلب الغربي تشير إلى قرار حاسم بفتح الطرق الرئيسية M4 و M5 كمرحلة أولى تنفيذا لاتفاق سوتي سلما أو بالقوة العسكرية ضمن فترة زمنية محددة محمد الخضر دمشق الميادين وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها في ضفة الغربية حيث اعتقلت تسعة فلسطينيين وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية واعتقلت الشاب الفلسطيني إياد الكرد من منزله في البلدة كذلك اعتقلت الفتى الفلسطيني مصطفى إياد غزالي وذلك بالتزام مع توجه الطلبة إلى مدارسهم وفي القدس المحتلة اعتدى جنود الاحتلال بوحشية على شاب فلسطيني في باب العمود وظهرت مقاطع مصورة التقطتها كاميرات مراقبة لحظات اعتداء عدد من جنود الاحتلال على الشاب الفلسطيني الذي تعرض لضرب المبرح والركل ورغم فقدانه الوعي ولم يتم استدعاء سيارات الإسعاف إلا بعد مرور عشرين دقيقة على هذا الاعتداء بدأ نحو 25 ألف عسكري روسي في المنطقة العسكرية المركزية مناورات في مناطق أورال وسيبيريا وفولغا وفي القواعد الروسية بقرقيزستان وتاجكستان وتشمل التدريبات العسكرية الوصولة إلى مناطق التدريب القتالية وإطلاق الصواريخ الإلكترونية وفي قاعدة عسكرية روسية بتاجكستان أجرى جنود أول تدريب على تشغيل منظومة S-300 والتي دخلت الخدمة مؤخرا كما تدربت وحدات الأنظمات الصاروخية المدفعية تنستير S-1 على صد مجوم العدو الجوي يواصل بركان ناتال جنوب العاصمة الفلبينية اطلق سحابات كثيفة من رماد مما أجبر عشرات ألاف الأشخاص على إخلاء منازلهم وشهدت سحابة ضخمة من رماد الأبيض والرمادي تتصاعد من الفواهة الرئيسية للبركان حيث وصل ارتفاعها إلى نحو 15 كيلو مترا هذا في وقت قررت السلطات إغلاق المدارس تحسبا لثوران البركان فيما تم أيضا إغلاق مطار منيلا والآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميلة أليسار كرم أليسار مساء الخير مساء نورد شكرا لك أهلا بكم يناقش مجلس النواب الأردني يوم الأحد المقبل مقترحا نيابيا لمنع السيراج الغازي من إسرائيل بمجب اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما وذلك بدعوة من رئيس المجلس عاطف الطراوينة وبدأت شركة الكهرباء الأردنية ضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل في بداية هذا الشهر اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل لا تلقى منذ توقيعها قبل نحو أربع سنوات قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية فيما تدافع الحكومة عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة اقترح مصرف لبنان المركزي على الحمل المحليين لسندات أجنبية بقيمة مليار ومئتي مليون دولار والتي يستحق أجلها في أذار مارس مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول ونقلت وكالة ريترز عن مصدر حكومي أن مثل هذه الخطوة تعطي الدولة مجالا للتنفس في ضل الأزمة المالية والنقدية لكنها تحتاج لموافقة الحكومة وسن قانون وأضاف المصدر أن هذا يعد إصدارا لسندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملها من جهة أخرى نفى حاكم مصر في لبنان رياض سلامة أن يكون قد سمح للبنوك بتحويل الودائع الموجودة لديها بالدولار إلى الليرة اللبنانية وأكد أنها مجرد إشاعات تنطلق الاجتماعات التقييمية للنتائج الجولات السابقة من المفاوضات اليوم بين مصر وسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة الاجتماعات التقييمية تعقد في واشنطن برعاية أمريكية بعد فشل الاجتماع الرابع بين مصر وسودان وإثيوبيا في التوصل إلى توافق حول المساء العالقة وأبرزها مسألة التكامل بين تشغيل سد النهضة وتشغيل السد العالي والحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الجفاف والأثار التي قد تنتج عن ظاهرة التغير المناخي ارتفعت قيمة الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية إلى 29 ملياراً وأربعمائة مليون دولار وهو رقم قياسي بعدما قامت الشركة ببيع أسهم إضافية عددها 450 مليون سهم أرامكو جمعت في طرح العام الأولي 25 ملياراً و600 مليون دولار من خلال بيع ثلاثة مليارات سهم بسعر ثمانية دولارات و53 سنة للسهم الواحد وبالرغم من اضطراب سعر سهم أرامكو بفعل المخاوف الجيوسياسية بلغ تقييم أرامكو عند الإغلاق يوم الخميس 1870 مليار دولار وهو يقل عن هدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند 2000 مليار دولار تخلصت بكين من قروض رديئة بنحو 289 مليار دولار على مدى العام الماضي في ظل حملة على مستوى البلاد لتقييد الاقتراض مرتفع المخاطر قلت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية إن إجمالية أصول القطاع المصرفي غير الرسمي في البلاد انخفضت على مدى السنوات الثلاثة الماضية وإنها ستواصل تفكيك القطاع المصرفي غير الرسمي هذا العام من خلال تشديد العقوبات على منتهك القواعد التنظيمية بهدف معالجة المخاطر المالية المتنامية بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك يا دينا شكرا لك يا أليسار تستضيف العاصمة الأردنية عمان معرض الصناعات التقليدية الإيرانية في دورته الخامسة على التوالي واجتمل المعرض على السجاد اليدوي والمكسرات والحلويات والبهارات والصناعات اليدوية والتحف لنا شهين إن كنت تبحث عن الأناقة والعراقة في فن السجاد اليدوي فما عليك إلا أن توجه ناظريك إلى السجاد الإيراني الشهير بالعجمي لأنه يتميز بجمال معهود وحضور مشهود فإزاحة السجاد الإيراني عن عرشه تكاد تكون شبه مستحيلة يقول التجار هنا لأنه ليس عصيا على المنافسة فقط وإنما أيضا على النسيان نسعى في الأردن إلى الوصول إلى أسواق جديدة فالسجاد يمثل العراقة الإيرانية وحياكة متر مربع واحد تستغرق شهرين وهو مصنوع من الحرير أو القطن للعام الخامس على التوالي تكون المنتجات الإيرانية في ضيافة العاصمة عمان 35 شركة تعرض منتجاتها والتي يؤكد كل من التاجر والزبون أن لجودتها الكلمة الفصل جاء المعرض في إطار التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية والأردن وشمل السجاد اليدوية والمواد الغذائية والصناعات التقليدية وهناك أقبال كبير من الأردنيين على المعرض السجاد فاخر جدا أسعاره غالية كثير بس فاخر جدا يعني اللي بده أطعط إليه بقدر يلاقي شغلة يستفيد منها وتضل عنده بفترة طويلة بشكل نقشات بتأخذ العائل بالإضافة للخزافيات والكريستالات يعني أشياء صراحة مميزة مش موجودة صراحة بالهيك شفتها يعني شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية تشرف على المعرض ولمدة عشرة أيام ببضائع تسر ناظرين لانا شهين عمان آل ميادين ختم هذه الظاهرة مع هذا الخبر العلمي ولمن يهمه التخفيف من أثار الشيخوخة إذ تحدث علماء عن إمكانية ذلك بعد نجاحهم بتمديد عمر دودة بنسبة 500% فقد توصل إلى هذا الاكتشاف المفاجئ فريق بحث أمريكي صيني قام بهندسة دودة لتعيش أكثر من 14 أسبوعا بزيادة خمسة أضعاف تعادل حياة بشرية أو حياة بشرية تتراوح بين 400 إلى 500 عام ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى علاجات مشابهة لدى البشر تؤدي إلى إطالة العمر مثل العلاجات المركبة المستخدمة لعلاج السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية والآن إلى العنوي الوجود الأمريكي في العراق محور مباحثات الصدر مع قادة في فصائل المقاومة العراقية واغتيالات مشبوهة على هامش الاحتجاجات شمخاني خلال استقباله رئيس الوزراء السوري أمن غرب آسيا لن يتحقق بوجود القوات الأمريكية ودماء الشهيد سليماني ورفاقه عززت شبهة المقاومة وزير الدفاع الأمريكي يناقض مبررات ترامب لاغتياره سليماني وينفي وجود أدلة محددة على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفرات محادثات روسية تركية ليبيا في موسكو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين قوات حفتر والوفاق وأنباء عن صعوبات حول صيغة الهدنة موسيقى القوات الروسية توعد فتح ثلاثة معابر في إدلب السورية وخروج عشرات المدنيين عبر ممر الحاضر في ريف حلب باتجاه مواقع الجيش السوري موسيقى وكان في الظهيرة بوركانوتال في الفلبين يجبر عشرات الألاف على إخلاء منازلهم وعلى إغلاق المدارس موسيقى إلى اللغة الإسبانية إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى